تحية مصر بشعبها وغيتها العظيمة من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين الرباعي العربي يرفض بشكل قاطع التدخل التركي في ليبيا ويحذر التدخل يعزز من قدرات الإرهابيين ويقود السلام الشرق الأوسط يشتعل بعد مقتل السليمانية الحكومة تنفي وقف مشروعات القرى الأكثر احتياجا وإليكم تفاصيل النشرة تحرك عربي جديد ضد الأطماع العثمانية فقد أصدرت المجالس التشريعية في دول الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والوحرين بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها القاطع لقرار الفرلمان التركي بالموافقة على التدخل العسكري في ليبيا بوصفه انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها مشددة على رفض التدخل الخارجي وانتهاك سيادة واستقلالية أي دولة عربية من أي طرف كان محاذرة من أن التدخل الأجنبي يعزز من قدرات الإرهابيين ويقود من جهود السلام والحل السياسي ويعقد الأوضاع ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد أمن دولي جوار متارب المجتمع الدولي بالإصراع في القيام بدوره وواجباته والإتناع بمهامه ومسؤولياته في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية كان مجلس الأمن القومي المصري قد اكتمع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم استعراض عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة خاصة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا وتم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأسعدة لتصديل أي تهديد للأمن القومي المصري فيما حذرت مصر في بيان المزارة الخارجية من مقبأ أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته مشددة على أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على الاستقرار في منطقة البحر المتوسط مشيرة إلى الدور القطير الذي تلعب تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا الشرق الأوسط يشتعل فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها نفذت ضربة قوية بالقرب من مطار بغداد في العراق أسفرت عن مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الضربة جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب مشيرة إلى أن قوات الجيش قامت بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين من خلال قتل سليماني الذي يكون منظمة إرهابية مدرجة من قبل الولايات المتحدة من جانبها أكدت تهران أنها سترد بشكل قاص على عملية الإغتيال التي طالت أيضا كوادر أخرى من الحجر الشعبي العراقي في سياق متصل طالبت استفارة الأمريكية في بغداد من رعاياها مغادرة العراق على الفور فيما كشف التقارير العالمية أن الزعيم العراقي الشيعي مقتد الصدر أمر بعودة نشاف ميليشيات جيش المهدي بعد الضربة الأمريكية يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية أن العراقيين رقصوا في الشوارع عقب إعلام مقتل سليماني ونشر بومبيو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يرصد احتفالات العراقيين في شوارع بغداد وصحبه بتعليق العراقيون رقصوا في الشوارع من أجل الحرية مرضدين هتافات لا سليماني بعد اليوم الحكومة ترود على الشائعات فقد نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما يتردد حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء صندوق مصر السيادية من شأنها تحسين الصندوق ضد الرقابة والمسائلة من أي جهة وأكدت وزارة الضغطية والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقاروني كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقب حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية هذا ونفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يشاع حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات تنمية القرى الأكثر احتياجا فيما قالت وزارة التنمية المحلية إن كافة المشروعات تسير بمعدلات تفوق المخطط وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا كما تقوم الدولة خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات في إثار تنمية القرى الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات مثل برنامج حياة كريمة الذي يستهدف تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكليفة 4 مليارات ونصف مليار جنيه كما يجرى تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية الذي يستهدف 208 قرى حتى يونيو 2022 نشرتنا انتهت إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة